يبدأ التدخين كنوع من الشعور بالمتعة والمعاصرة وينتهي للأسف في كثير من الأحيان بوفاة المدخن في هذا الفيديو نتعرف على عشر حقائق مروعة حول السجائر والتدخين تحتوي السجائر على أكثر من سبعة آلاف مادة من المواد الكيمائية النيكوتين هو أحد وأهم الأسباب الرئيسية الذي يسبب الإدمان عند جمهور المدخنين من ضمن سبعة آلاف مادة موجودة في السجائر هناك عدة مئات منها سامة وسبعين منها تسبب السرطان بعض المكونات الأكثر ضرراً الموجودة في السجائر تحتوي على الرصاص والرادون والقطران والراديوم وأول أكسيد الكربون والأمونيا وسينيد الهيدروجين واليورانيوم وكلها سامة وقاتلة وشرح كل منها يتطلب مجلدات يقدر الكثير من باحث وعلماء الصحة حول العالم بأن المدخن يعيش أربعة عشر سنة أقل من غير المدخن بحسب بحث قام به علماء بريطانيون وجدوا أن سجارة تقوم بتدخينها تقصر حياتك أو عمرك بحوالي أحد عشر دقيقة يسبب التدخين انخفاضاً في تدفق الدم إلى البشرة مما يقلل من مستوى فيتامين A في الجسم مما يجعل جسمك أكثر شحوباً وماليء بالتجاعد أكثر من 3000 حالة وفا فقط بسبب التدخين غير المباشر وهذا يعني إذا كنت مدخناً فإنك تعرض عائلتك وأصدقائك والعقارب للخطر الشديد في الدقيقة الأخيرة توفى حوالي 7 أشخاص فقط بسبب التدخين مما يعني أن التدخين يؤدي إلى حالة وفا واحدة كل 8 ثوان سرطان الرئة وضغط الدم والنوبات القلبية وسرطان الجلد والفم هي بعض الأمراض الرئيسية التي يمكن أن تصيبك بسبب التدخين تدخين المرأة الحامل قد يتسبب في إجهاضها خلال فترة الحملة نهيك عن النتائج السلبية التي تلحق بالمولود خلال الحمل وبعده هناك أكثر من 1.1 مليار مدخن في العالم و300 مليون منهم من جمهورية الصين الشعبية وهذا الرقم يتوقع أن يزداد في السنين القادمة إذا كنت من المدخنين نأمل أن تقوم تلك الحقائق البسيطة بإقناعك بالإقلاع عن التدخين لما له من نتائج عليك وعلى عائلتك وكل من حولك وتذكر أيضا أن الضرر أكثره عليك وأنت مهم بالنسبة لأسرتك ومن يحبك وتذكر أيضا كمية المال التي تنفقه على التدخين أو بالأحرى تحرقه شهريا حول القيام بحساب بسيط لمعرفة إجمالي المبلغ ألا تعتقد أن هذا المبلغ أنت وأسرتك وعائلتك أحق بالانتفاع به على أشياء أكثر فائدة نتمنى لكم قضاء وقتا طيبا وممتعا مع قناة المجلة لمشاهدين الجدد اشترك الآن كي يصلك منا جديد الفيديوهات لكم منا كل التحية والاحترام فريق عمل قناة المجلة اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر